السلام عليكم و أهلا بكم بفيديو أخبار جديد بعد طول انتظار وتكاهنات وتسريبات وأخيراً AMD أعلنت بشكل رسمي عن معالجاتها الجديدة Zen 3 هالمرة بدون مقدمات ندخل بصلب الموضوع مباشرة مبارح AMD أعلنت بشكل رسمي عن معالجاتها الجديد المبنية عن معمارية Zen 3 7 نانومتر اللي كنا مع تقضي أنه راح يكونه تحت اسم Ryzen 4000 بس الشركة قررت تغير التسمية لـ 5000 في تجنب اللخبطة مع معالجات اللابتوب المبنيات على Zen 2 ولأنه أصلاً فيه معالجات 4000 موجودة من قبل بس مبنية على معمارية Zen 2 وحالياً مخصصات بس لشركات OEM اللي هم معالجات الـ APU 4000 معالجات Ryzen 5000 يبدو أنهم يحملوا في طياتهم الكثير من المفاجآت بعضهم يمكن ما يعجب أغلبكم خلينا نبدأ بالمعالجات الأربعة اللي أعلنوا عنهم أول معالج هو Ryzen 9 5900X معشر نوا 24 مسار وهو خليفة Ryzen 9 3900XT بعده Ryzen 7 5800X 8 أنوية 16 مسار والRyzen 5 5600X 6 أنوية 12 مسار وأخيراً Ryzen 9 5950X 16 نواة 32 مسار وأول شيء من لاحظه بها المعالجات مقارنة بالجيل السابق هو تحسن سرعات البوست طبعاً التحسن ما هو عملاق حوالي 100 ميجا هرتز وسطي لكل معالج ولكن مشكلة المعالجات فيها تحسن بسرعة البوست البعض ما زال نفس سرعات البوست من الجيل السابق مثل الRyzen 7 5800X ما زال محافظ على نفس سرعة البوست 4.8 جيجا هرتز بس هالكلام مش مهم لأنه كلنا منعرف أنه سرعات البوست على معالجات Ryzen تعتمد بشكل أساسي على التبريد والفولتج بس الشيء اللي بالفعل مهم هو تحسن الIPC على حسب كلام AMD معالجات Zen 3 تقدم تحسن 19% عن الجيل السابق Zen 2 بصراحة تحسن 19% على نفس السوكت ونفس المنصة أمر ما هو قليل أبداً ويعتبر تقدم ممتاز وعلى سيرة المنصة هالمعالجات رح تشتغل على بوردات البي 550 والأكس 570 مباشرةً أعتقد حالياً معظم الشركات البوردات أصدروا تحديث بايوس لدعم هالمعالجات وبالنسبة لبوردات البي 450 والأكس 470 رح يكون في تحديث بايوس بيتا بشهر يناير من العام المقبل وبالنسبة لسلسلة بوردات الـ 300 ما رح يكونوا مدعومات أبداً الشركة قالت أنها التحسن نتج عن تغيير طريق الترتيب الأنوية وتعامل المعالج مع ذاكرة الكاش بعرف معظمكم ما رح يفهم إش رح أقول رح أتكلم بالتفصيل بفيديو مصطلحات بي سي قادم عن ترتيب الـ CCX في معالجات رايزن بس بالمختصر معالجات رايزن السابقات كانوا يغتسموا ذاكرة الكاش على حسب توزيع الأنوية في كل CCX لهالسبب دائماً معالجات رايزن تستفيد من سرعات الرامات الأعلى لأن تقسيم الذاكرة في هالمعالجات مختلف عن معالجات انتل الشي اللي عملته حالياً دمج ذاكرة الكاش هالشي بيخلي كل الأنوية تستخدم الكاش بالكامل بدون ما يصير تقاسم الكاش ما بين كل نواه هالشي بيحسن أداء المعالجات بشكل كبير في التطبيقات الحساسة واللي تحتاج قلة في الليتنسي وأهم التطبيقات اللي تحتاج وتستفيد من قلة الليتنسي هي الألعاب وعلى حسب كلام AMD معالجات رايزن 5000 رح يقدموا أداء أفضل في الألعاب حتى أفضل من معالجات انتل التحصن الوسطي في الألعاب هو 26% ويصل في بعض الحالات لـ 50% وحتى الريزن 9 5900X كسر رقم غياسي في أداء السنجل كور ببرنامج Cinebench R20 المعالج حقق سكور 631 نقطة هذا أسرع من أي شي شفناه في السابق فAMD تضرب من كل الاتجاهات سرعة ملتي ثريد وسرعة سنجل كور وأداء أفضل في الألعاب حتى من انتل طبعا اعتبروا كل هالكلام بهارات نوعا ما واستنوا المراجعات المستقلة أنا جدا متحمس لهالمعالجات وإن شاء الله رح يكون فيه مراجعات عنهم عندي في القناة لما يصدروا بس الشي اللي ما نمتحمس له أبدا هي الأسعار وطريقة طرح المعالجات بدون مبردات بالنسبة للأسعار كل المعالجات ارتفع سعرها 50$ عن الأجيال السابقة وحتى كل المعالجات ما رح تجي مع مبردات أساسية مع عدد رايزن 5 5600X رح يجي معه مبرد أساسي ففعليا AMD رفعت الأسعار بمعدل 100$ لو بتحسب سعر المبرد وزيادة 50$ هذا اللي بيصير لما تغيب المنافسة وتتفرد شركة وحدة في الصدارة الشركة رح تبدأ تطلب أسعار على كيفها لهيك المنافسة دائما ممتازة إلنا نحن كمستخدمين طبعا ما رح أحكم على هالمعالجات قبل التجربة نستنى لنجربهم وبعدها منحكم بس أبدا ما عجبني موضوع الأسعار المعالجات رح تكون متوفرة بـ 5 نوفمبر يعني بعد أقل من شهر من تاريخ نشرها الفيديو وبـ 28 الشهر الحالي رح يكون في حدثتان يعرضوا فيه كروت النافي الجديدة وننتقل بعدها لكروت AMD راديون الجديدة اللي سموهم بيج نافي بعد كلام الناس عنهم للأسف ما حكوا أي شيء لا في مواصفات ولا أسعار ولا أي شيء بس قالوا أنه هذا كرت RX 6000 وهذا شكله وهالمعلمات بنعرفها من قبل وشفناها أكتر من مرة ولكن الشركة شاركت أرقام بنشماركات لثلاث ألعاب على 4K Gears 5, Borderlands 3 و Code Modern Warfare الآن متى ما قلت قبل شوي خدوا هالأرقام على أنها بهارات نوعا ما بس فرضا هالأرقام صحيحة هدول أرقام نفس أداء RTX 3080 فمن المحتمل AMD هالمرة عندها عرض قوي من كل الأطراف المعالجات وكروت الشاشة وبحسب آخر التسريبات والإشعات إن كرت النافي الجديد رح يجي بـ 16 جيجا في رام يعني تصور كرت بنفس قوة لـ 3080 وبـ 16 جيجا في رام وسعر أرخص رح يكون خيار ممتاز بصراحة طبعا الكلام كله تكاهنات من عندي يستنوا الإعلان الرسمي واستنوا المراجعات أيضا واللي ينفكر يشتري كروت جديدة هاي اند بنصح ويستنى لأنه الظاهر AMD مخبئة في جعبتها أشياء جميلة بكل أحوال من شبه المستحيل شراء كروت جديدة هاي اند وخاصة كروت RTX 3000 لأنه غير متوفرات بالأسواق بشكل جيد فانتظروا على ما يبدو AMD هالسنة رح تضرب على كل الجبهات رح تضرب انتل ضربات موجعة لأنه Zen 3 يبدو أنه أفضل من انتل بكل المجالات ولأول مرة معالجات رايزن تتفوق في الألعاب ورح تضرب انفيديا بتقديم كروت هاي اند تساوي كروت RTX 3000 بالقوة طبعا برجع بذكر هالكلام كله تحليل شخصي على حسب ما شفت من المؤتمر فمرة تانية انتظروا كلام المراجعات وبس يا جماعة الفيديو اليوم ملخص وسريع عن اطلاقات AMD اذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك بفيد القناة كتير واذا فاتتكم الفيديوهات السابقة بإمكانكم تشوفوهم من المقترحات قدامكم كان معكم اخوكم ايمان محمد شكرا للمتابعة والسلام عليكم